اشتركوا في القناة والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين أهلا وسهلا وحياكم الله إخواني وأخواتي وكل عام وأنتم بخير وعودا حميدا بعد مضي شهر رمضان المبارك نحن اليوم إن شاء الله سنكمل الوحدة الثانية يوم في حياتي ناشئ يوم في حياتي ناشئ سنكمل بسم الله الدرس الثامن الوحدة الثانية الدرس الثامن استمع إلى النص يوم في حياتي ناشئ أولا إذا بزغ فجر يوم جديد في حياة الناشئ المسلم يدعو بعد أن يستيقظ بالدعاء المشهور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وإذا أراد دخول مكان قضاء الحاجة يدخل برجله اليسرى ويدعو قبل الدخول فيقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج يخرج برجله اليمنى ويقول غفرانك ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وقت قضاء الحاجة إذا كان في الفضاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا يحرص الناشئ على تجنب النجاسات حتى لا تصيب ثيابه أو جسمه لقوله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول ثم يتوضأ الناشئ ويقول بعد أن ينتهي من الغضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ثانيا وإذا استيقظ قبل الفجر فإنه يصلي بضع ركعات تهجدا لله تعالى وإذا طلع الفجر أدى سنة الفجر ركعتين تليهما صلاة الفجر ويحرص على أدائها جماعة في مسجد الحي فهي أفضل وأحب إلى الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبئ وعشرين درجة ويقول بعد صلاة الفجر لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات ويقول أيضا اللهم أجرني من النار سبع مرات ويسبح بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمد الله ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين ويقول لا إله إلا الله تمام المئة ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ثالثا وبعد هذا يبدأ يومه بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه رابعا ثم إذا تيسر له وقت كاف فإنه يمارس بعض التمارين الرياضية الهادفة لكي يقوي جسمه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خيرا وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف خامسا وإذا خرج الناشئ من بيته يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي وفي طريقه إلى عمله أو مدرسته يراعي آداب الطريق كإفشاء السلام وحسن الكلام مع الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر ونحو ذلك سادسا وفي مدرسته أو عمله يحرص على تقوى الله تعالى ومصاحبة الأتقياء الأخيار والجد في العمل أو الدراسة والمحافظة على الصلاة وضبط النفس عند الغضب والصدق والإخلاص في معاملة زملائه والناس وقضاء حاجاتهم وأن يحترم الكبير ويقدره وأن يرحم الصغير ويساعده سبعا ثم إذا عاد إلى البيت يحرص على أداء الصلوات جماعة ويقول وهو في طريقه للصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا ويدخل المسجد برجله اليمنى قائلا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك ويخرج برجله اليسرى قائلا اللهم إني أسألك من فضلك ثامنا ويؤدي الناشئ واجباته اليومية في وقتها على أحسن وجه وأتم حال تحت إشراف من يكبره سنا ويزيد عليه خبرة ومعرفة في موضوع الواجبات حتى يعطي الناشئ لزملائه صورة صادقة عن المسلم الجاد المتقن لعمله قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه تاسعا ويحرص الناشئ على عدم الإكثار من السهر لأنه يضر بالصحة ويضيع البركة التي ينتظرها المسلم صباح اليوم التالي في صلاة الفجر وما يليها من أدعية وأذكار فإذا ذهب الناشئ إلى فراشه نام على جنبه الأيمن ويقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين ثم يدعو اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين عشرا وهكذا يقضي الناشئ يوما بل أياما مملوئة بالهدي النبوي ومملوئة بالخير والبر وبالسعادة عليه وعلى الناس جميعهم ما شاء الله تبارك الله استمعنا قبل قليل إلى يومية ناشئ معنا شاب في عمر الزهور ماذا يعمل في يومه فالحمد لله من بداية يومه حتى نهاية يومه وهذه الحياة مملوئة بالذكر وبالطاعة نسأل الله لنا ولكم الهداية طيب سنكمل سنأتي هنا في السؤال الأول الذي يتكلم عن استيعاب ومفردات وتدريب أو تعبيرات أولا الاستيعاب ماذا يريد منا يريد منا ضع علامة صح أو علامة خطأ ثم صحي الخطأ إذن نحن مطلوبون بماذا بوضع علامة صح أو وضع علامة خطأ ثم نصحي الخطأ سنأخذ البعض وليس الكل سنأخذ من واحد إلى أربعة وسأترك لكم إن شاء الله الباقي كنشاط في المنزل سنبدأ بسم الله سنبدأ برقم واحد أول شيء يفعله المسلم بعد أن يستيقظ هو الصلاة ما رأيكم هل هذا صحيح؟ حينما ذكره القارئ في هذه القطعة ما رأيكم أحسنتم؟ إذن الجواب الجواب خاطئ ليست الصلاة إذن هو ماذا يعمل؟ أكيد هو يعمل الدعاء إذن هو يعمل الدعاء مثل ما ذكره في القطعة طيب دخول الحمام يكون بالرجل يسرى هل هذا صحيح؟ ما رأيكم؟ بالرجل ألي أسرى؟ أحسنتم إذن الحمام أحسنتم إذن الجواب صحيح ليس المسجد نحن نتكلم الآن عن الحمام أحسنتم تستدبر القبلة عند قضاء الحاجة يعني تضع القبلة من الخلف تستدبر هل هذا صحيح؟ لا إذن لا تستدبر ولا تتأخر كما يقال يعني ضعها يعني باتجاه معاكس القبلة خاصة في وقت أو في مكان فارغ كما يسمى إذن لا تستدبر ولا تستقبل طيب الفقلة الرابعة ممارسة الرياضة واجبة على الناشئة هل هي واجبة؟ أو نقول إنه نشاط لابد من نأتيه للجواب نقول ليست واجبة لكنها من الأفضل من الأحسن إذا وجدت وقتا كافيا واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف طيب كما أخبرتكم سأترك لكم الباقي إن شاء الله كنشاط في المنزل تتدربون عليه طيب سنكمل يا كرام التدريب الثاني ماذا يريد مننا في التدريب الثاني وائم بين الدعاء في فقرة ألف والوقت المناسب له في فقرة باء وائم بمعنى ماتش أو قارم لدينا مجموعة من الأدعية في فقرة ألف نريد متى نقولها الوقت المناسب لها في فقرة باء سنأخذ كما ذكرنا من واحد إلى أربع نحن وإياكم سويا وسأترك لكم الباقي في المنزل كواجب أو كنشاط طيب بسم الله نأخذ رقم واحد عندنا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور متى أقول هذا الدعاء ما رأيكم يا كرام هل هو عند دخول المسجد عند النوم في الطريق للصلاة عند الخروج من المبيت بعد صلاة الفجر بعد الوضوء عند دخول الحمام عند الاستيقاظ من النوم ما رأيكم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور متى أقوله أحسنتم بارك الله فيكم إذن سيكون عند الاستيقاظ من النوم عند الاستيقاظ من النوم طيب الدعاء الثاني اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائف متى أقوله أحسنتم عند الدخول إلى الحمام إذن عند الدخول إلى الحمام اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين أحسنتم عند الوضوء عند الوضوء أربعة اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار أحسنتم إذن بعد صلاة الفجر بعد صلاة الفجر طيب سأترك الباقي من خمسة إلى ثمانية كنشاط في المنزل لكم أيها الكرام طيب سنكمل سنكمل سويا تدريب ثلاثة هاتي من النص الحديث الذي يؤدي معنى ما يلي هاتي حديث حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني معنى هذا الكلام هذه على سبيل المثال لقم واحد لدينا الله هو الذي يحيي ويميت وإليه نعود ما الحديث الذي ذكره الكاتب يشابه هذا الكلام نحن سنحاول أن نجيب إلى رقم أربعة والباقي لكم في المنزل كواجب بإذن الله طيب ما رأيكم إذن ما الحديث الأول أحسنتم إذن الحديث الأول الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور هذا ذكره طيب رقم اثنان يجب ألا نعطي ظهورنا ولا وجهنا للقبلة عند قضاء الحاجة في الخلاء هناك حديث ذكره الكاتب لا تستدبروا ولا تستقبلوا أمتاز أحسنتم إذن هذا هو الحديث إذا أتيتم الغائط إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا أحسنتم طيب رقم ثلاثة يجب أن نبتعد عن النجاسة أحسنتم أحسنتم ذكرها في البول استهزوا أو استنهزوا من البول يعني ابتعدوا أو نظفوا أنفسكم فإن عامة عذاب الخبر منه طيب رقم أربعة أن تصلي في جماعة خير لك من أن تصلي وحدك أحسنتم حديث صلاة الجماعة خير من صلاة الفرد أحسنتم ممتاز إذن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة ما شاء الله تبارك الله أحسنتم أيها الكرام سأترك لكم إن شاء الله الباقي في المنزل تكملونه بإذن الله كما ذكرنا لكم سابقا طيب هنا التدريب الرابع ماذا يريد منا أجب باختصار عما يلي ما هي هذه لدينا مجموعة من الأسئلة سنأخذ من واحد إلى خمسة والباقي سنتركه واجب لكم في المنزل طيب ما أول دعاء يبدأ به الناشئ يومه ما هو أول دعاء ما رأيكم يا كرام السؤال الثاني كيف يدخل المسلم مكان قضاء الحاجة وكيف يخرج منه السؤال الثالث كيف يدخل المسلم المسجد والمسلم المسجد وكيف يخرج السؤال الرابع ماذا تسمي الصلاة ما قبل الفجر السؤال الخامس ما معنى الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة سفيعا لأصحابه هذه مجموعة طيب سنأخذ الأول أحسنتم إذن ما أول دعاء يبدأ به الناشئ يومه إذن هذا هو الدعاء أحسنتم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الثاني كيف يدخل المسلم مكان قضاء الحاجة وكيف يخرج منه أحسنتم بالرجل اليسرى ويقول الدعاء الماثور وخرج منتاز أحسنتم إذن يدخل بالرجله اليسرى ويخرج باليمنى طيب في المسجد أحسنتم بالرجل اليمنى ويخرج بالرجل اليسرى ويقول الدعاء الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم حين الدخول إلى المسجد وحين الخروج أيضا من المسجد ماذا تسمي الصلاة التي قبل الفجر ماذا نسميها ما رأيكم صلاة التهجد أحسنتم صلاة التهجد أو كما تأخذ أيضا قيام الليل هذه من الصلوات التي نسميها خامسا والفقرة الأخيرة والباقي كما ذكرنا سيقول لكم ماجب ما معنى الحديث اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أحسنتم يعني أكثروا من قراءة القرآن أكثروا من قراءة القرآن هذا معنى الحديث طبعا أتنا بالجواب الثاني اللي هي الهدف من التمارين الرياضية أحللناه لكم لكن كما ذكرنا لكم سنتركها لكم في المنزل كنشاط طيب سنكمل أيها الكرام المفردات والتعبيرات لدينا هنا املأ الفراغات بالكلمات المضادة في المعنى لما تحته خط يعني لدينا هذه على سبيل المثال كلمة جديد ما المضاد لكلمة جديد سنضعه أين سنضعه هنا المضاد سنضعه هنا وغيرها من هذه التمارين طيب سنأخذ من واحد إلى خمسة والباقي سيكون واجب عليكم في المنزل طيب بسم الله إذن رقم واحد يهتموا الناشئ المسلم بكل جديد طيب ولا يسأل عن ما عكس أو ما مضاد or what is the opposite of جديد what do you think أحسنتم قديم إذن ولا يسأل عن القديم السيئة إذن we have new we have old القديم طيب مقام إثنان وإذا فراغ من البيت أو دخل إذن the word of دخل what is the opposite of دخل ما مضاد كلمة دخل خرج منتاز أحسنتم وإذا خرج من البيت أو دخل إليه سلم على أهله يعني قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب رقم ثلاثة وإذا دخل مكان قضاء الحاجة دخل برجله فراغ وخرج برجله اليمنى إذن ما عكس كلمة اليمنى ما مضاد ما مضاد ما مضاد through the online you can answer what is the opposite of اليمنى أحسنتم اليسرى أحسنتم إذن دخل برجله اليسرى وخرج برجله اليمنى طيب الفقرات الفقرات الخامسة أو الرابعة السوري ويجب ألا أو ألا فراغ القبلة أو يستدبرها ولكن يشرق وفراغ إذن لدينا يستدبرها ما عكسها أو ما مضادها وأيضا يشرق ما مضاده أحسنتم إذن يستدبر يستقبل ممتاز يشرق يغرب أحسنتم ممتاز إذن بهذه الطريقة ويجب ألا يستقبل قبلة أو يستدبرها ولكن يشرق أو يغرب أو ويغرب طيب رقم خمسة ويسأل الله فراغ ويعوض به من النار إذن ما ضد كلمة النار الجنة أحسنتم نسأل الله ولنا ولكم الجنة إذن الجنة هي كلمة مضادة للنار أحسنتم طيب سأترك الباقي كما ذكرنا لكم سيكون إن شاء الله نشاط لكم في المنزل تكملونه بإذن الله طيب تدريب الثاني هاتي جمع الكلمات الآتية من النص يريد منا أن نأخذ الجمع لاحظوا هذه مجموعة من الكلمات طيب سنأخذ هذه الكلمات مجموعة منها سنأخذ مجموعة منها على سبيل المثال واحد واثنان وثلاثة في الأول والباقي سأتركه لكم في المنزل المرادف لدينا هنا واحد واثنان وثلاثة وسأترك لكم الباقي في المنزل طيب نجاسة ما جمعوا كلمة نجاسة ما رأيكم نجاسة أحسنتم نجاسات ممتاز ثوب أحسنتم أثواب ممتاز أو ثياب كلاهما صحيح ركعة ما شاء الله ركعات ركعات أحسنتم طيب الباقي سأترك لهكم إن شاء الله سأتركه لكم كنشاط في المنزل طيب لدينا هنا مرادف للكلمات على سبيل المثال جسد ملابس ترك هذه تحتاج المرادف المرادف يعني لها نفس المعنى لها نفس المعنى يعني ملابس ثياب ترك ابتعد على سبيل المثال جسد جسم إذا أردنا أن نقول جسد جسم طيب أخوتي وأخواتي سنتوقف اليوم بهذا الدرس وأعتذر حقيقة للإزعاج صوت طيوري لأننا في مكان عام فالصوت يعني مزعج قليلا لكن إن شاء الله اللقاء القادم سيكون الوضع أحسن مما هو الآن سنتوقف إن شاء الله في التدريب الذي هو هذا أمامنا التدريب يتكلم عن وائم بين الكلمات في القائمة ألف و ماذا وما يناسبها في القائمة با واكتب العبارة في جيم هذه سوفا وإن بها ما بين ألف الأمر والقائمة في با ثم نكتبها كعبارة واحدة إن شاء الله في القائمة جيم أخيرا سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر